اشتركوا في القناة لنهاردة هنتكلم عن فرصة ممتازة جدا بس قبل ما اتكلم عن الفرصة دي حاب اوضح لدي قناتنا وقناة منح من كل الالوان عليها فرص ومنح كتيرة جدا بالاضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا هتلاقوا عليه جماعة خدماتنا والفرص والمنح اللي احنا بنقدمها فاريت تتصفحوا الويب سايت والقناة عشان تعرفوا لحلس المنح الدراسية كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصوير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة بالنسبة لفرصة النهاردة هي فرصة تطوعية ممولة بالكامل في دولة فنلندا تمام؟ طيب خلينا نتعرف على التفاصيل اكتر الدولة زي ما احنا هنلا هي دولة فنلندا وطبعا هي احل الدول الاوروبية القوية وطبعا تبع دول الشنغن ايضا بالنسبة للجهة المقدمة الفرصة دي هي مؤسسة اسمها تمام؟ ودي مؤسسة خاصة بالتدريب والتطوع ومساعدة الشباب من مختلف دول العالم بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي طبعا مش كل الدول متاحة للتقديم عندنا بعض الدول العربية متاحة للتقديم ودول اخرى غير عربية ولكن احنا هنركز على الدول العربية هنا عندنا زي مصر المغرب الجزائر ليبيا لبنان الاردن فلسطين تونس سوريا وممكن ايضا نحط مع القائمة تركيا بما ان فيه جالية عربية كتير في تركيا تمام ومعهم الجنسية تركيا ولازم تكون جنسيتك احد هذه الدول وليست الاقامة يعني منفعش واحد يمني مثلا مش متاح لي التقديم ومقيم في مصر يقول انا ممكن اقدم لا لازم جنسيتك تكون جنسية احد هذه الدول تمام طيب بالنسبة للتمويل المتاح في المنحة دي انت هتاخد ايه في المنحة دي اول حاجة عندك السكن اثناء التطوع كله كاملا بالمجاني يعني انت مش تدفع فيه اي تكاليف خالص ده بالنسبة للسكن وسكن ممتاز جدا هيكون فيها غرفة هيتشارك معاك يعني كل شخصين او كل متطوعين في غرفة واحدة تمام وهيتم توفير تدريب قبل بدء التطوع على نوعية العمل التي سوف تقوم بها طبعا انت مش مطلوب منك خبرة خالص قبل ما تبدأ فحيكون في تدريب قبل ما تبدأ هذا التطوع كمان وجبات الطعام هتكون متاحة وسيسمح لك ايضا بطبخ الطعام حيث موجود مطبخ مجهز بذلك عندك السكن عندك وجبات الطعام داخل يعني داخل السكن كمان موجود مطبخ ممكن تجهز به طعامك بنفسك تمام كمان هيتم توفير مصروف جيب ربعمائة يورو شهرين عندك مصروف شهري تمام هذا المصروف بتقدر انك مصروف اولاية تبياني بتقدر تستخدمه في اي احتاجات شخصية تانية انت محتاجة غير السكن والطعام تمام كمان متوفر النقل المحلي طبعا الدول الاوروبية بتعمل بطاقة مواصلات البطاقة دي بتقدر انت تتنقل داخل المدن او داخل يعني المدينة اللي انت عايت فيها بحرية عن طريق بطاقة المواصلات وبدون دفع اي نقود على ذلك بيكون معاك بطاقة مواصلات مجانة كمان ما تنساش ان الاقامة في فنلندا بتسمح لك بالتنقل داخل دول الشنغل مثل المانيا وايطاليا وغيره من الدول بدون تأشيرة تقدر تخش المانيا ايطاليا فرنسا غيره من الدول بدون تأشيرة لان فنلندا احد الدول الاوروبية وده بيسمح لك انك تتنقل في باقي الدول بسهولة تمام من غير تأشيرة بالنسبة لمجالات التدريب طيب التدريب ده هدفه ايه او انت المفروض هتعمل ايه او المؤسسة دي ليه عامل هذا التدريب بيقولك ان تريد المنظمة ان يكون للشباب عقل متفتح وموقف ايجابي تجاه الثقافات الاخرى يعني هم عايزينك تتعرف على الثقافات الاخرى عشان طبعا تنشرها في بلدك اي حاجات ايجابية والاشخاص الدوليين الجدد القدمين الى مدينة التدريب بوري التدريب ده بيكون في مدينة اسمها بوري تمام في فنلندا وتنتمي المنظمة المتوئين تتمنى المنظمة للمتوئين قيادة طريق ومساعدتها في تحقيق اهدافان تساعد المؤسسة انها تحقيق اهدافها ونتيجة لذلك اشهر المتوئين والشباب والعملين الشباب مزيد من الراحة وتعلمون من بعضهم البعض هتتعلم كمان من الاشخاص اللي جايين من دول اخرى وحيكون فيش النشاطات يومية تقوموا بها ونأمل ان يحصل الاطفال ايضا على الالهام والتشجيع من قبل المتوئين للسفر وتجربة بلدان وثقافات اخرى هيكون فيه متطوعين تمام اه او مش متطوعين هيكون فيه ناس تبع المؤسسة دي تمام الاشخاص دول زي كده انت بتساعدهم زي اطفال بتساعدهم بتنملهم مهاراتهم بتعرفهم على ثقافات اخرى ثقافات بلدك تمام وسيعمل متطوعون ققادة شباب مساعدين وسيشاركون في تقطيط وتنفيذ جميع الانشطة التي توفرها المنظمة للشباب تمام كده طيب ده بالنسبة لمجالات التدريب وازاي هتساعد المنظمة دي في التطوير اه الخاص بيان طيب اه كمان هنا ده جربنا على الواتساب وهنا جربنا على التليجرام ما تنسوش تنضموا ليهم عشان توصلكم المنح الدراسية فور نزلها طيب عندنا هنا بعض الملاحظات المنحة دي لا تحتاج شهرة لغة للتقديم فيها مش مطلوب منك بقى اي لت سلوطيفل ولا اي شهرة لغة كمان المنحة دي متاحة للجميع من طلب وخرجين من اي مؤهل اه معاك سنوية عامة باكالوريوس ماجيستير دكتورات بلوم تقدر تقدم ملاش علاقة بالمؤهل الدراسي تمام الحد الادنى للعمر للتقديم 18 عام والحد الاقصى 30 عام تمام طيب كيفية التقديم في المنحة دي فيه ابلكيشن اونلاين تمام وهيتم مع الابليكيشن ده انت هتملاق اونلاين وحط فيه كافة البيانات وتعمل موتيفيشن لتر في الابليكيشن ده مطلوب منك تحط فيديو قصير لا يتعدد دقيقتين تصف فيها نفسك وتوضح سبب رغبتك في الاندمام لهذه الفرصة كمان هم طلبين فيديو يعني لا يتخطط دقيقتين توضح فيها انت ليه عايز تنضم المؤسسة دي هتستفد ايه وحتفيدهم بايه تمام طيب بالنسبة لمدة التدريب مدة التدريب سنة هتبدأ من 1 اكتوبر 2021 حتى 30 نوفمبر 2022 تمام لمدة سنة كاملة وطبعا انت لو مسلا امه حابب انك تقضي 3 شهور 4 شهور مدة معينة ممكن بعد قبولك تتفي معهم لو انت مش عايز تحضر سنة كاملة تمام بالنسبة لاخر معادل التقديم في المنحة دي هو 31 يوليو 2021 يعني تقريبا فاضل 10 ايام بالزبط وتنتهي الفرصة دي لذلك ياريت تسروع في التقديم عندنا هنا بعض الملاحظات او ملاحظات يعني خاصة بقناتنا ما تنسوش ان قناتنا قنات منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية زي اللي احنا بنوفر منح دراسية مضمونة القبول 100% في الصين تمام وكمان بنوفر خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنح انت عايزة ان لو حابب تقدم خلالنا على المنحة دي متاح كمان خدمة تجهيز الاوراق بشكل احترافة عشان تستقنمها في التقديم في اي فرصة ومنحة انت عايزة بنفسك وخدمة التقديم على الكرصات ولو عايزة خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط استمارة خدماتنا موجود في صندوق الوصف واسفل الفيديو وكمان رابط خدماتنا الاضافية بتلاقيه هنا تمام طيب خلينا دلوقتي نروح بقى نشوف الاعلان الرسمي للمنحة دي هتيجي تضغط على كلمة الاعلان الرسمي عشان يفتح معاك كل التفاصيل الخاصة بالمنحة دي اللي انا قلتها طبعا هيتطلع معنا التفاصيل باللغة الانجليزية من الموقع الرسمي تمام عشان يعني نتأكد فعلا من كل التفاصيل بالزبط اللي تم توضيحها هنا في المقالة تمام طيب ده الويب سايت الرسمي هتلاقي هنا في الجزء ده كده من الجنب من هنا موضح لك ايه الدول المقبول لها التقديم دي الدول المقبول لها التقديم دول عربية ودول غير عربية تمام وهنا المدة من كام لكام تمام طبعا هنا الديدلاين واتلاتين سبع اخر معاد وهنا بشرح لك بقى ازاي تقدم والحاجات اللي بتشملها المنحة وكل شيء موضح لك هنا بتقرأه تمام كده طيب خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف كيفية التقديم هتيجي تضغط على كلمة قدم الان دي عشان يفتح معاك التقديم اللي انت المفروض هتبدأ تملاه وتحط فيه آآ يعني بياناتك وترفق فيه كل شيء ويتعمل فيه الموتيفيشن لتر اللي انت عايز تبعاته للمؤسسة تمام كده طيب زي ما هيفتح معانا الويب سايت الرسمي طبعا زي ما انتم معارفين ان المنحة دي زي ما احنا وضحنا في يعني موجود في الاعلان ان هو على موقع اسمه والايربيان ياس بورتال والايربيان ياس بورتال ده هو موقع عالمي بيعرض فرص تطوعية وتدريب في اوروبا تمام فاحنا قبل كده يعني شرحنا الويب سايت ده مرات عديدة ووضحنا فيه فرص مرات عديدة جدا تمام فبرضو انتم ممكن تشوفوا الويب سايت وتلاقوا عليه لو حابين تتصفحوا منح اخرى كمان طيب هيزهر معانا دلوقتي في الصفحة دي بيزهر معانا قسم اللوجين تمام انت مطلوب منك هنا تحط الايميل بتاعك وبعد لما تحط الايميل تدخل باسورت وبعد كده تدخل للابليكيشن طيب انت كمستخدم جديد ما عندكش ايميل ولا باسورت تعمل ايه لازم تروح تعمل كريت اكاونت هنا الاول تمام تروح الاول تعمل اكاونت على الموقع الخاص لو موقع الملحة بعدين ترجع تاني وتحط الايميل والباسورت تمام يبقى انت لازم تعمل الاول يعني ما فيش دخول مباشرة للاكاونت الا لما تعمل اول فيزهر دلوقتي معانا ازاي ممكن نعمل تحط اسمك اسم العائلة تحط الايميل بتاعك وتأكد الايميل وتختار اللغة انجليش وتحط الكود اللي موجود هنا تكتبه هنا وتضغط على البوكس ده تمام او المربع ده ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وبتحطوهم في الجزء ده هنا. وبعدين بتدخل بتاعك. بتحط اليميل وبعد كده الباسور بتدخل طيب انا سابقا شرحت الموقع ده كتير جدا في عدة منح. فمش هنعيد نفس الكلام تاني. ولكن انا حطلكو فيه صندوق الوصف تحت الفيديو ده حطلكو رابط فيديو اخر في كل التفاصيل عن كيفية التقديم وازاي يتم للابليكيشن ده خطوة بخطوة. تمام? عشان ما يبقاش بس في تكرار الاشياء. فكده احنا اعتبر وضحنا كل التفاصيل الخاصة بالمنحة. منحة ممتازة جدا. اه لو حابين نتقدمه من خلالنا بشكل احترافي زي ما اقدم من خلالنا الناس كتيرة جدا. اه وبنساعدكم نملى وبنساعدكم اللي احنا يعني نقول لكم ازاي تعملوا الفيديو ونكون معاكم خطوة بخطوة في كل شيء. وما تنسوش اخر معاد واحد وتلاتين يوليو الفين واحد وعشرين. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والبول للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.